موسيقى صباح الخير الورقة البيضة ما بتنتخب رئيس والشعار لا بيقدم ولا بيأخر الناس اللي منحتكن الثقة بالانتخابات النيابية كان خيارة واضح ومثل ما المواطنين كانوا واضحين بي خياراتهم كونوا انتم مثلهم وما تقبلوا تصوتوا لفراغ استمر اكثر من سبعة اشهر الانظار كل عليكم اليوم على النواب اللي ما حسموا امرهم بعد ساعة قليلة بتفصلكن عن جلسة مصيرية انقاذ ما تبقى من هيد الدولة بيديكن فاذا انتم فعلا غيروا على البلد وبدكن اصلاح ونهوض اقتصادي صوتوا لا اسم مرشح وما تنتروا الخارج يفرض عليكم مرشح لانه التاريخ ما بيرحم ومصير البلد واللبنانيين على المحك بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو كراءة لأبرز التطورات على الساحة السياسية مع السحافة حسين ظلغوط ليطلعنا اكتر على ما قاله المنشور بجريدة اللواء بالاضافة لفقراتنا المعتادة بداية حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا النهار من العام 1982 انتهت الحرب بين انجليترا والارجنتين واللي عرفت بحرب الفوكلند وذلك باستسلام الارجنتين وعودة جزر الفوكلند للسيطرة البريطانية قتل بالصراع 649 عسكري ارجنتيني مقابل 255 عسكري بريطاني كما قتل ايضا ثلاث مدنيين من جزر الفوكلند ومع اليوم في التاريخ بنبدأ جولتنا بدايتها طبعا مع صحيفة النهار وابرز عنوين النهار لليوم الجلسة الاثناش ازعور فائزا ولا رئيس كتبت النهار باسيل يحذر من مخالفة دعم ازعور ويصف تدخل الثنائي لدى التيار باللا اخلاقي باريس تدعو الى اغتنام فرصة الجلسة اليوم وكلنا تجتمع مع ندريان قبل بدء مهمته ايضا في العنوين الدولية والاقليمية لليوم ترامب يدفع ببراءته ساقول فقط غير مذنب لقاء اوروبي ايراني في ابو ظبي نقش ملفات بينها البرنامج النووي اصابة 22 جندي امريكي في حادث هليكوبتر في سوريا وننتقل الى صفحات الداخلية للنهار ونرى المقال المنشور بقلم سابين عويس لهذا اليوم سيناريو تطير الجلسة افتعال مشكل ام موازنة بين الحواصل في هذا المقال تلفت عويس الى ان النواب السنة ولسيما المترددين في خياراتهم يتعرضون اليوم لحملات استهداف واستقطاب من كلا الفريقين بهدف رفع حاصل كل مرشح وليس الاتيان برئيس وبهدف تثبيت موازن قوى بين المعارضة والممانعة وترعويس ان سيناريو الفوليكلور سيعاد اليوم في مجلس النواب والجلسة لن تنتج رئيسا وتشير الى ان المخاوف واضحة لدى الممانعة لانها عاجزة عن تأمين الاصوات الكافية لمرشحها ولفتت في المقال الى ان الاصوات السنية المؤمنة لفرنجية تتمثل باصوات تكتل الوفاق الوطني وعددهم خمسة بالاضافة الى خمسة نواب يدورون في فلك السنائي ويجري العمل على استمالة نواب كتلة الاعتدال الوطني ويشير المقال الى ان الارقام والحسابات تعطي تقدما لازعور على حساب فرنجية وفي هذا السياق لا يستبعد نواب معاردين ايقوم الثنائي بافتعى المواجهة يتولها احد النواب لتطيير هذه الجلسة ايضا نبقى في النهار ونطلع على ابرز ما جاء في اسرار الايها علم ان مرجعا سياسيا تابع على مدار الساعة ما جرى في احدى البلدات في الجبل كي لا يأخذ ابعادا طائفية ويدخل بعض الاطراف على الخط قال نائب مخضرم ان مرجعا نيابيا اكد له استمراره بدعم النائب السابق سليمين فرنجي ولو جاءت كل الاساطيل والدول العظمى لثنيه عن موقفه قال قاد بانه لن يفرج عن موقفين شيدوا بيوتا في مساحات تعود لمشاعات الدولة في الجنوب قبل الاقدام على هدمها عمد نواب في الايام الاخيرة الى الحد من تنقلاتهم واستبدال سياراتهم قبل موعد جلسة الانتخاب الرئاسية وفي السر الاخير استرعت مشاركة رئيس حزب ووزير سابق في تشيع قيادي حزبي في الجبل بتقدير المشيعين وابناء طائفته ومن صحيفة النهار رحمن تابع قراءة ابرز العنوين والمواضيع وننتقل الى صحيفة اللواء والعنوين الابرز في اللواء في الصفحة الاولى حسابات رقمية في البرلمان اليوم وحسابات دولية في موازين المصالح والضغوطات باسيل يرمي الازمة داخل تياره على الثنائي ومواجهة حلف الخصوم بالثلس النيابي المعطل مخيم بلاطا يصد الاحتلال شهيد وتسعة جرحة وطبعا في خبر عم يتصدر كل الصفحات الداخلية وهو زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون يوم الجمعة بوتين يؤكد فشل الهجوم الاوكراني ويلوح باليورانيوم وترامب يغادر المحكمة بعد فترة اعتقال قاسيرة وننتقل الى الصفحات الداخلية في صحيفة اللواء والى الاتصال بالصحة في حسين زلغوت لودريان يحط في بيروت متأبطا بافكار ماكرونية تستعجل الرئيس وتحذر من الانهيار صباح الخير استاذ حسين استاذ صباح اعتبرت ان الجلسة لن تخرج باسم رئيس للجمهورية اليوم هل من غير المتوقع يبدل بعض المترددين في اللحظات الاخيرة رأي لانقاذ البلاد واذا صح انه لا رئيس في الجلسة فهل ترى ان المعركة الرئاسية ستأخذ منحا اخر يعني من نافل القول ان الساعات الماضية وما جرى فيها من اتصالات ومشاورات حتى ساعات الفجر لم تبدد المشهد السياسي الذي يزم بالتأكيد بان جلسة اليوم لن يتمخض عنها انتخاب رئيس وهي بالتأكيد ستتحول من جلسة انتخاب الى جلسة مبارزة احجام واوزان وبالطبع سيكون هناك خارطة سياسية جديدة وتوازن قوى سلبي من شأن ان يمدد بعمر التغور الرئاسي الذي يستوطن قصر بعدها منذ ما يقارب الثمانية اشهر المفارقة الوحيدة التي ستحصل ان سليمان فرانجي سيبقى مرشحا للرئاسة بعد انفضاد الجلسة كون ان الفريق التنائي متمسك به الى ابعد الحدود بينما المرشح جهاد ازعور ربما لا يعود مرشحا في المرحلة المقبلة حيث ان الافريقاء الذين تقاطعوا على اسمه ربما يتفرقوا بعد ان يجدوا ان الطريق لإيصاله الى قصر بعبدة يعني مزود بالكامل نعم طيب اذا فشلت اذا حكما هي بحكم ما رح تخرج برئيس الجمهورية هل سيكون لبنان محكم بالتسوية الخارجية التي ستأتي هي باسم الرئيس وهل هذا ما ننتظره من زيارة لودريان الى بيروت يعني هنا يعني يصح علينا المثل القائل من شاب على شيء من شاب على شيء شاب عليه نحن بالتأكيد لم نبلغ بعد الرجل السياسي فمنذ الاستقلال الى اليوم والتكالنا في اي استحقاق كبير كانتخاب رئيس دائما العامل الاقليمي والدولي هو الغالب على العامل الاقليمي وبالتأكيد ان التوازن السياسي الموجود تحت قبة البرلمان يحول دون ان ينجح اي فريق سياسي بفرض رئيس او بانتخاب رئيس وبالتالي ان الانظار تتجه اليوم على باريس وما يمكن ان يقدمه لودريان الذي سيزور لبنان الاسبوع المقبل وهو يزور لبنان بعد لقاء قمة سيوقد في قصر اليدزي بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي وبالطبع ان الملف اللبناني سيكون طبق رئيسي على طاولة المباحثات بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي ما الذي تغير يعني الرهان اليوم على الخارج ايضا كان الرهان بالامس على الخارج ولم نخرج باسم رئيس حتى اللاعبين الداخليين لم يستطيعوا الاتفاق على اسم مرشح يتوافق عليه الجميع شو اللي بدو يتغير وما تغير بالسبعة شهر الماضية يعني في الاشهر الماضية لم تكن المشهد الاقليمي كما هو الحال علي اليوم فهناك متغيرات حصلت ربما تساعد على ايجاد هذه التسوية انطلاقا من التفاهم الايراني السعودي والتوافق والانفتاح السعودي على سوريا ان هذه الامور مجتمعة والمتغيرات التي تحصل في المنطقة ربما تكون سببا رئيسيا في تعويل الداخل على تسوية تجري في الخارج بعد انسداد الافق الداخلي بالكامل لا يوجد عاقل في لبنان يرى امكانية ان ينتخب رئيس الجمهورية بارادة اللبنانيين فالانقسام العموز الحاصل يحود دون ذلك بالتأكيد صحيح شكرا لك حسين زلغوط على هذه المداخلة ونتابع مع صحيفة اللواء وننتقل الى ابرز ما جاء في اسرار اللواء كتبت اللواء في هامسي اعترف ديبلوماسي لبناني بفرقات تفاوضية واسعة بين الوزير خلال ايام عنقيد الغضب والوزير لودريان حول الرئاسة اللبنانية بات رئيس كاتو المعروف على ثقة بان ثمة ازمة داخل تياره ولا يعرف تماما كيف يخرج منها باقل خسائر ممكنة وفي لغز يجزم قطب نيابي بان مفاجآت تصويتية ستكون لصالح مرشحي مكتفيا بالدعوة الى انتظار النتائج ومن صحيفة الواء منتابع ومنشوف ابرز العنوان اللي صادرة لليوم في لوريان الجور العنوان اللبناني مبارزة اولى ولكن لا رئيس طبعا من واحد جلسة الانتخاب اما العنوان الثاني في لوريان الجور فهو ليوس كاراكاس في بيروت لثلاثة ايام في خدمة السينما ومع هذه العنوان منكون وصلنا لاول بريك بحلقنا موسيقى ومنتابع ايضا مع الصحف الصادرة لليوم وصحيفة نداء الوطن باسيليو طالب السنائي بوقف التدخل في شؤون التيار منازلة ساحة النجمي اليوم مرشح الدولة ايكس او مقابل مرشح الدولة واشنطن وبريس لجلسة انتخابات مفتوحة ابو سليمان لنداء الوطن بداية الخيط لتحقيق العدالة كيف تؤكد تحقيق مكاسب ميدانية ومجزرة في مصقة رئيس زيلنسكي وايضا في اصفحات الداخلية لنداء الوطن نرى ماذا جاء في خفايا يتردد ان نائبا من دائرة بيروت الاولى محسوبا على الخط السيادي ابلغ سائليه خلال الساعات الماضية انه لم يحصم قراره الانتخابي بعد يرجح ان يغيب بعض النواب عن الجلسة الانتخابية لدواعا صحية جدية فوجئ مفد مرجع روحي بجواب مرجع نيابي بارز على سؤالهما لماذا لا تدعو الى الحوار وايضا بعد عنوين المقالات اللي صدرت اليوم في صحيفة نداء الوطن لبنان يسعى الى تطويق تغيير قواعد الاشتباك جنوبا لغادة حلاوي وبين ازعور وفرنجية من الجدي ومن المناور كتب الان ساركيس التعطيل ليس قدرا بقلم رامي الريس وننتقل من نداء الوطن الى ابرز عنوين صادر بالاخبار طبعا الصورة جدا معبرة في الاخبار والعنوين هو الفراغ وكأن الجلسة حكما لن يكون فيها رئيس جديد للجمهورية الى صحيفة الشارك سعد الحريري نفتقد حكمة ومواقف وليد عيده وزير الداخلية اطلق منصة هيئة ادارة السير حميدة توقع عودة الوساطات بعد جلسة اليوم وفرام عرض رؤيته الاقتصادية لاحياء لبنان لا رئيس في جلسة انتخاب الرئيس ايضا في العنوين الدولية والاقليمية المسئولية رقم 3 في الخارجية الامريكية تمنت ان تحدث عملية الانتخاب تحدث من دون عراقي الفرنسا تحضر خريطة طريق لاطلاق المرحلة الرئاسية الثانية فاغنر تشكك في مواصلة مشاركتها في القتال في اوكرانيا وسرقت اكثر من 280 مليار دولار في امريكا مخصصة كمساعدات لمكافحة كوفيد 19 ومن الشرق الى ابرز عنوين الديار لليوم جلسة الاحجام تتوضح اليوم لمرشح الفريقين وانهاء الشغور ينتظر التسوية الانظار تترقب لودريان وما سيحمله من وساطة ونتائج مباحثات الدول الخمس التشكيلات العسكرية الى الاسبوع المقبل وصرخة لوقف الادوية المزورة والمهربة ايضا في العنوين الاقليمية بعدنا عم نشوف الموضوع الاوكراني والروسي وايضا التطورات في الضفة الغربية ومن الديار الى ابرز عنوين الشرق الاوسط قاتل الفجر يصدم بريطانيا بوتين يحتفي بتدمير دبابات غربية ترامب يواجه اخطر محاكمة وقبلان يشنه هجوما حدا على خصوم امل وحزب الله واشنطن تنسك اقليميا لتحرك جديد في السودان ومع هذه العنوين نصل لتيني بريك بحلقتنا اشتركوا في القناة قبل الانتقال الى الصحف العالمية رح منتاب بعض الاجواء اللي وردت في صحيفة النهار واذا سنح الوقت طبعا رح ننتقل ايضا للشرق الاوسط كتبت روزانا بمصد فرصة الحال متوافرة فلمع انتظار الخارج في هذا المقال ترى مصادر سياسية انا ثمت تقصيرا من جانب القوى السياسية في توجيه سؤال واضح ومباشر الى النواب في اطار حملة الحجر الانتخابي يحتاج الى جواب صريح وما فاده اي من المرشحين المطرحين اليوم قادر على اعطاء نفحة امل فورية للبنانيين وثقة بان لبنان يمكنه النهوض بسرعة وقوة والاجابة يطفق كثر على اعتبارها التصب في مصلحة الوزير السابق جهاد ازعور على رغم المودة الكبيرة التي يحفظها كثر لرئيس تيار المرادة سليمين فرنجي وصفاته الشخصية لكن من دون خياره السياسي على هذا الصعيد الذي لم ينجح في تبديد المخاوف منه في خطابه في ذكرى 13 حزيران كما كان ينتظر هؤلاء منه بل اعاده الى الواجهة ويجهر هؤلاء بان ازعور الضليع في الشأنين المالي والاقتصادي والقادر على ايجاد السبل الايلة لاخراج لبنان من ازمته يستطيع في الوقت نفسه ان يعطي فرصة تلفت الى الاخذ في الاعتبار التغيير في لبنان وضرورته وايضا نبقى في هذا المقال وتتابع المصادر تقدر هذه المصادر ان للثنائي الشاعي اسبابه العاطفية والسياسية لدعم فرنجية ولكن تتساءل لما لا يتيح انتخاب ازعور فيما يدرك الثنائي ان الخطاب المرتفع بالاتهامات والتوصفات للاخير متحملة على الرجل الذي تعمد في زيارته الاخيرة للبنان لقاء الرئيس بره وابقى ايضا الابواب مفتوحة للتواصل مع الحزب وفيما يدرك الثنائي ان دعمه للاخير يوفر فرصة للبلد بعيدا من حسابات الربح والخسارة سؤال افتراضي بسيط يمكن لكثيرين ان يوفروا اجوبة متعددة ومعروفة عنه اقله وفقا لادبيات الحزب وخطابه ونكتفي بهذا القدر من صحيفة النهار وسننتقل الى الصحف العالمية تعددت المواضيع بصحف العالمية فصحيفة لوموند عنوانت تناولت موضوع لائحة الاتهام لترامب وعنوانت على هذا الشكل لائحة اتهام دونالد ترامب في مايامي فصل جديد في ازمة الجمهوريين اما بالانتقال لصحيفة الفيغارو فتناولت الشأن الفرنسي ابرز التطورات على الساحة الفرنسية ولا سيما مسألة التحقيق بشأن اختلاص اموال عامة تتعلق بادارة صندوق ماريان اما صحيفة The Guardian وصحيفة The Washington Post وThe New York Times فتناولوا محاكمة ترامب حيث تم توجيه الاتهام اليه وشدد الاخير على انه غير مذنب في قضية المستندات وادع الاضطهاد السياسي في خطاب له بعد هذا الاتهام ومنشوف الموضوع عم يتكرر بيئة الصحف وصورة ترامب داخل قاعة المحكمة وهنا صورة مختلفة وبالعودة الى الصحف المحلية منشوف ابرز كاريكاتور صادر لليوم في صحيفة النهار ومعبر جدا عن المسرحية الهزلية اللي رح بتصير بيه ساحة النجمة الفصل الاول اهلا بالنصاب الفصل الثاني وداعا يا نصاب ومننتقل لفقرة اجندة وطبعا الموضوع الابرز اليوم على الساعة 11 هو جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية ولهم بتكون خلصت حلقتنا بتلاقيكم الزميلة جريسيا انتون بنشرة الساعة 8 وما تنسوا تابعوا الام تي في لا تابعوا كل وقايع وشو رح بيصير بيه ساحة النجمة مباشرة عبر هواء الام تي في الالكام موسيقى موسيقى